اهلا بكم جديد كل متابعينا ومشاهدين على شاشة قناة انادي الاهلي وقولة فقراتنا الحوارية النهاردة في الاهلي الليلة وفقرة حوار مميزة جدا كن حافظتوها طبعا كل يوم اربعة معانا نجم النجوم الكابتن على اميهود متوتر لا كابتن عملتها متوتر متوتر لا متوتر لا اديش الكلمة دي خالص ايب عليك انا بس بدي الحديد ربنا خليك كله تمام مباراة مهمة جدا لكن انا فاكر بقى من الاربع اللي فات قلت لي اتنين سفر اهلا لا انا فاكر السؤال يعني كامت يعني انت تتمنى كامتلك اتنين سفر انا بالنسبة لي اه اه رضا طبعا قبل ما نتكلم بقى في المواتش وكل الكلام ده طبعا نعزي انفسنا وجميل نادل اهلي كلها وفي كابتن صافضة بحليم كابتن كرة كبير جدا يعجز اي حد انتكلم عنه كرويا لكن هو كمان شخصية برا ملعب اللي هراف كويس جدا ويتعال معه بتاع المعبير الادم في كومة الاحترام في كومة الادم الله رحمه ويسامح الله رحمه ويسامح طبعا نجم كبير جدا اه ممكن انا يعني الظروف شايت ان اكون اه موجود مع كابتن خطيب والعلم الكبير يا عوب الساعدي وكنا عاملله حلقة قريب يعني ما كملش عليها سنة وروحنا جاهزنا لها وقعدنا معها حاجة في منتهى طبعا الاحترام اللي في الدنيا وزوكا ربنا يديله الصحة كان تعبان شوية طبعا لكن شوفك كابتن الخطيب لما كان يكلمك عليه ويقولك كابتن صفا دي طلع اعملها كده يعمل لك كده بسن الجزمة يروح اه والله يا هاب بص يا هاب الواحد طبعا الحمد لله رب العالمين في مشوارك خصوان في النادي الاهلي لعبتي مع اساطير وضد اساطير لعيب الكرة كنت اتمنى اتمنى مش هلعب ما اتمرن معه في ملعب هو كابتن صفا اه الله رحمه ليه كابتن يعني لا انت بتكلم في لعيب كرة تحس انه جسمه كله يعني كرة هو كرة الكرة كلها تحس انه في دماء كابتن صفا بيعمل حاجة غير اللي انت بتفكر فيها وانا واي حد تاني كرة في رجل الله رحمه تحس ان كل حاجة سهلة ودي خمة الكرة في سهل لما تحس ان كل حاجة سهلة رغم صعوبتها تعرف ان قدامك ده حاجة ما حصلتش كما هارف كرة قدر فبقولك كنت اتمنى والله يا هاب يعني على قد من لعبتي مع اساطير حمد للرب العالمين كنت اتمنى بس لحيوته كابتن ولا الكابتن صفا ما لحيوتوش طفرة عيف تامنين بس لكن هو عتزى وانا كنت اتطلعت بعدها طمعا بس الحقيقة طبعا اساطير اساطير كبيرة بس بقولك كنت بتمنى قال انا ما كابتن صفا الله رحمه سعر ما جمعكش معاي اي لقاء بعد كده لقاءات اي بقى لا انا كنت اكلم في برنامج قريب هو اللي صمم من اخش مجال التدريب كابتن صفا بعد ما اعتزلت الكرة بعد اولمبي ورجعت قابيني وكلم لي انت خش مجال التدريب ما كانش في دمائي خالص الموضوع يا هاب لا يا كابتن قال لا لا قال لي ما نفعش انا فاكر الجملة بالضبط قال لي يا علاء انا شايفك مدرب ومدرب كويس والله يا هاب كنا في الملعب الفرق اللي كان في النادي العالي قال لي انا شايفك مدرب وهتبقى مدرب كويس وصمم وخلناي مسكت فرقة مدرسة ونكونش اسا خدت الدراسات بتاعت الاكريمية في الاول خالص بعد تدريب ما كنتش اسا كملت الدراسات قال لي لا انت معا ما وجوش فرقة وهتبقى في الدراسات خلص دراسات بس هتبقى مسؤول في فرقة مدرسة وبدأ انا المشوار خالص من اول ودايما كنا انا وضيا السيد ومجموعة كبيرة او من اللعيبة بدأت المشوار مع كابتن صفوت هو اللي كان مصمم وعايز هو اللي كان دايما من كلام معاى ويؤدي الكلام معا كتير جدا بسنا في حد التدريب دي قال لي انت تفصل انت كنت تلاقي نجم كورة وتخش على مجال التدريب هو اللي حبيبني في مجال التدريب والله ارحمه وسامه ارحمه كابتن حزم كرم كابتن عدل هيكل كابتن صفوت ايام حزينة علينا كابتن كده نكون كبار واساطير يا رحمة طالعين كلهم يا اهاب بس الحاجة الحلوة ان السيرتهم حلوة الحمد رب العالمية الثلاثة دايما السيرة الحلوة هي الحاجة متبقية يعني ممكن يجي الاسم بتقول الله ارحمه وسامه بس ما اكتر من كده لا ان انت بتقول لا تترحم وربنا سامحه وتبدأ تتكلم عليه وانت فرحان مبسوط لكن موجود مع اكلس فدي احلى حاجة بتخرج منها بقى من الدنيا دي كلها سيرتك الحلوة وكلام الناس الحلوة عليك فده واحد من الناس اللي لحد اللحظة دي فرحانا بتكلم عليه الله ارحمه وسامحه الله ارحمه طبعا وطبعا ربنا ارحمه وطبعا بنعزي اهله بنعزي كل جماهير الاهلي في كل النجوم اللي راحوا ولكن على ارض الواقع نرجع نتكلم عن المباراة نرجع بقى ومباراة مهمة جدا وزي ما قلتلك حضرتك الاسبوع